تبع لواء طارق مرزوق محافظة دقاهلية تشغيل موقف داكارنس الحضاري الجديد بعد الانتهاء من تجهيزه وخلال الجولة وجه المحافظة بإزالة الموقف القديم والتقى بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم كما وجه بدراستها وحلها هذا وأكد المحافظة أن إنشاء وتشغيل موقف داكارنس يأتي ضمن خطة المحافظة لنقل كل المواقف العشوائية من داخل المدن كما أعلن متابعة أعمال التشغيل داخل الموقف على مدار 24 ساعة وتذليل جميع العقبات وتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة